من الواضح ان البلوتوث في الوقت الحاضر اصبحت جزءا اساسيا من حياتنا اليومية واكثر من ذلك بسبب العدد الكبير من الاجهزة التي يجب توصيلها ببعضها البعض من خلال هذا النوع من الاتصال لتعمل ومع ذلك هل من الجيد تركب البلوتوث هاتفك المحمولة متصلا باستمرار علامة استفهام الجواب على الرغم من مدى الضرر الذي يمكن ان يكون للقضاء على الاتصال مع ساعة ذكية يمكن ارتداؤها او سماعات الرأس واضحة جدا فمن غير المستحسن السبب علامة استفهام باسيط يمكنك الوضع كل من الامان والخصوصية في خطر تشغيله معروف جيدا فهو قادر على توصيل اجهزة مختلفة من خلال رابط تردد لاسلكي في النطاق 2.4 جي جا هيرتز وكما يمكنك تخمين انه يرسل البيانات باستمرار وهذا هو السبب الرئيسي وراء ايقاف تشغيل بلوتوث هاتفك المحمولة من وقت لاخر من وقت لاخر يرسل الجهاز بشكل دوري ويد المعرف الفريد العالمي حتى لو لم يتم اقرانه مع جهاز اخر والذي يستخدم للسماح للاجهزة الاخرى بالاقتران المشكلة تأتي عندما يحصل شخص ما انا ويد كما شخص يمكن الحصول على الموقع الجغرافي منه مشكلة يمكن ان تؤثر على خصوصيتك ويمكن ان تعرض امان الهاتف المحمول للخطر ومع ذلك فان السبب الرئيسي لعدم ترك البلوتوث قيد التشغيل باستمرار هو انه يمكنك ان تصبح ضحية لهجوم الكتروني تحت اسم رجل في الوساط يمكن لاي شخص التسلل الى الاتصال بين الاجهزة وقد يكون قادرا على قراءة ما يتم ارساله والاكثر جدية تعديل هذه البيانات يمكن للجهاز الاتصال عن طريق الخطأ بجهاز طرف ثالث ويمكن لهذا شخص تحكم او جمع معلومات حساسة او حتى تشبع الاتصالات لخلق مشاكل من ناحية اخرى فان ترك البلوتوث له عدد قليل من الفوائد التي ربما لم تدركها تحسين الامان او تجنب الاتصالات غير المصرح بها هي اولى الفوائد التي قد تتبادر الى الذهن ولكن هناك واحد اخر اكثر اثارة للاهتمام سيوفر لك الكثير من عمر البطارية اشتركوا في القناة